قضيت خطة ايه؟ المصلي ولقاح المفروض اخد المصلي ولقاح بس انا مخدتوش لان انا كلابي كنت محصنها وعارف ان انا متحصنة اه ده سواء المهم يعني لو الكلب متحصن متاخدلوش اه اه بس ما امش هيصاق انا عارف الشهاداته عني انا مش هيصاق وانا محصنه طب انا معارف منين انه متحصن طب ابي سؤال تاني انت متعرفش حضرتك تمام لا مش انت انا صاحب كلب وانا محصنه التحصين ده معناه انه ما يجلوش ما يعدنيه بس مش مية في المية مش مية في المية ما بيش تحصين بيدي مية في المية على مستوى اي حاجة دي نظرية صحيحة احنا مش هنهزر بقى دعيالنا انا عاعد اشوف الواد وهو بيرايل و بيموت انا بقول انا مش هتكلم في ناحية طبية بس انا هتكلم في حتة تانية ليه احنا بنصدر شهادات وبنقول ان الكلب واخد التطعمات وفي مواعيده السنوية وفي مواعيده الشهرية في العمر الصغير لغاية 6 شهور اتر بعد 6 شهور انا هتكلم حضرتك انا راجل يوزر انا راجل مستخدم انا راجل مستخدم انا اش دكتور حضرتك بتلزمني سنويا بجرعة تحصين للريبيز غير الامراض السوماني اللي هي 8 امراض معروفين الادينوفيروس والحاجات دي كلها دي حاجات طبية في امراض مشتركة مع البني ادمين وفي امراض غير مشتركة للحيوانات بس انت بتلزمني سنويا ان انا بروح وبدفع وبحصن كلبي وباخد كمان ليه ترخيص من وزارة الزراعة تمام في المصل واللقاح وبتختمه لي بختم الناصر والشعار وبتديني العلامة المعدنية بتاعنا الشهادة بتلزمني بذلك عشان تقولي الكلب ده سيفتي ولما بيجي الكلب يعمل مشكلة في الشارع ده اي كان بقى الكلام اللي احنا ما كان منهوش حضرتك سلوكيا وبتاعه وعد بني ادم زي ما حصل مع الطفل او الظابط الكلام ده كله بتيجي تقولي الكلب ده من الطاعم ولا لا ومرخص ولا لا وبتديني لك الشهادة لو مرخصوا تمام كده انا قدي اول حتة خديتني البر الامان شوية تمام غير المسؤولية الجنائية لو انا قاصد او ما اتبعت شير رولز او القوانين السليمة في استخدام لهذا الحيوان تمام يبقى انت ألزمتني بان انا بحصنه عشان يبقى امان طيب لما هو كده بقى امان نتيجة ان انا مديني المصل وعد معنى ان انت مديني المصل يعني عضيته دي مش هتأثر في حدة المناعة مش هتنقل المرض اه هتأثر في جرحة هتأثر في حقيقة دي قصة تانية يبقى اذا انت بتديني المصل اديت المناعة لا تقدر التكميل بعد موضوع آخر